السلام عليكم موضوعنا اليوم عن التفريز عمليات التفريز هي إزالة الانحاة من المجغولة بواسطة كترات أو سكاكين التفريز كترات يعني أقصد بالمكاين التفريز العمودية وسكاكين التفريز إذا تعدد حدود قاطعة أقصد بها مكاين التفريز الأفقية وحتى يطيدنا شكل هندسي حسب التصميم الموجود عندنا أنواع مكاين التفريز اللي تخص الشغل مالتنا احنا ماكنة التفريز العمودية وماكنة التفريز الوفقية والماكنة الجامعة عندنا ماكنة التفريز العمودية تكون كتراتها أصبعية يعني الشفرات تكون أما شفرتين أو أربع شفرات الحدود القاطعة مالتها أما ماكنة التفريز الأفقية فتكون ذات عدة حدود قاطعة مثل المنشارية على الشكل الحروفي تعديل الوجهة لتعديل الأسطح كترات تشكيل فأنواع من السكاكين التفريز الموجودة عندنا أزاق ماكنة التفريز ماكنة التفريز تتكون من الأفقية بالنسبة للأفقية تتكون من التمساح وهو الجزء العلوي اللي إحنا نثبت به يعني هذا الجزء نقدر نبدله نحولها من الأفقية إلى العمودية هذه بواسطة ماكنة التفريز الجامعة يكون مثبت به عمود دوار العمود الدوار مجموعة من البوش بالنسبة لجسم الماكنة مجموعة من البوش وسكاكين التفريز تثبت به أيضا موجود بثلاث محاور محور الأكس ومحور الواي ومحور الز المحاور مركبة بالنسبة للجسم إحنا قلنا جسم الماكنة يحتوي على صندوق من التروس سرع مجموعة من السرع تقوم بنقل الحركة للعمود الدوار العمود الدوار ينقل لنا الحركة للسكينة التفريز وتبديل الحركة الدورانية يعني هنا تختلف عن الخراطة السكينة هي للدور والقطعة مالتنا هي ثابتة بس تكون تفريز متعاكس من الأقل نقطة إلى أعلى نقطة مو تفريز متماثل تفريز متماثل سيكون من أعلى نقطة إلى أقل نقطة فإحنا نشتغل على التفريز المتعاكس بالنسبة للمحاور الموجودة عندنا المحور قدنا الأول اللي هو الطاولة الطاولة تكون حركة X يعني حركتها حركة طولية الحركة الطولية تطيلنا حركة X بالنسبة للعربة تكون حركتها حركة Y هي حركة العمودية على الحركة الطولية المحور الآخر اللي موجود عندنا هو الركبة الركبة حركتها تكون حركة صعود أو نزول تطيلنا المحور Z بمكاين المحاور الاساسية هي ثلاثة xyz ما زاد عنها اي المحاور نسميها ملحقات يعني مثلا جهاز رأس التقسيم ملحق الصينية الدوارة ملحق المنقنة ملحق هذه كلها نعتبرها ملحقات فاذا احنا المحاور الاساسية بالنسبة لماكنة التفريز هي ثلاث محاور نجي على هنا بالطاولة شنو موجود عندنا موجود عندنا الغراب المتحرك وجهاز رأس التقسيم جهاز رأس التقسيم اللي نسوي به التقسيم المباشر والتقسيم الغير مباشر وبعدين في وقت لاحقها نشرح لكم عليه انواع التقسيمات قلنا تقسيم مباشر احنا عندنا تقسيم غير مباشر احنا حسب عدد الاسنان الموجودة عندنا رح نختار التقسيم المباشر او غير مباشر ويكون تقسيم مباشر يعني عدد صحيح اما التقسيم الغير مباشر عدد لازم يكون بسطة ومقامة يقبل القسمة عن هذا العدد يعني عدد غير صحيح عندنا أرقام سكاكين التفريز تبدي أرقام سكاكين التفريز من رقم 14 إلى 16 17 إلى 20 21 إلى 25 26 إلى 34 وهكذا إلى أن نوصل لآخر رقم موجود عندنا هو 135 إلى أنفينيتي هذي شنو هذي؟ هذي عدد الأسنان اللي نستخدمها يعني مثلاً أنا عندي حسب الترس ما عندي ترس العدل لازم يكون سكينة التفريز على شكل حرفي أستخدم مثلاً بالترس العدل هذه الموجودة عندنا أما الأخير إذا عندي جريدة مسننة فرح أستخدم من 135 إلى أنفينيتي هذي إذا صويت الجريدة المسننة بس إذا عندي ترس عدل مثلاً عدد أسنانة 40 سن فرح أختار هذا من 26 إلى 34 أو العفو إذا 30 سن من 26 إلى 34 أما إذا 40 سن لح أختار من 35 إلى 54 هذي شنو كل سكينة التفريز يجي عليها رقم السكينة ومكتوب عليهم عدد الأسنان الموجودة عندنا ومكتوب عليها يعني شقد الموديول مالته لأن الترس العدل لازم نحتاج إلى موديول وهنانا عندنا شكل السن هذا هو شكل السن يعني هنا من قمة السن الجزء العلوي نختاره واحد الجزء السفلي واحد هنا الزاوية هي 0.2 اللي هي زاوية الخلوص طبعاً هي مو 0.20 وإنما واحد يعني مية يعني صفر بوينت مية وسبعة وستين مقرب إليها هي صفر بوينت اثنين اللي هي عشرين فنقول واحد زائد واحد زائد اثنين واحد زائد واحد زائد صفر بوينت اثنين حيطلع لنا ثنين بوينت اثنين هذي بيش احتاجها هاي هذي من اريد اطلع عمق السن شلازم اختار لح اختار الموديول المناسب اليه واضربه فيه ثنين بوينت اثنين حتى اطلع عمق السن من ابدي اشتغل سن وشكراً ترجمة نانسي قنقر